عانت شركة إير آسيا أكبر وأنجح شركة طيران منخفضت التكلفة في آسيا من طائقة مالية خطيرة بسبب الوباء لكن الآن عدى ثلاثة أربع أصولها المكون من أكثر من مئتي طائرة إلى السماء بعد أن أعيدت تسميتها باسم كابيتل إي وتنوعت إلى ما هو أبعد من صناعة الطيران بدأت الشركة في البحث عن بداية جديدة وخاصة الفرص التي يمكن أن توفرها الصين نحن نجلب الكثير من الناس إلى الصين ونرى أن الصين هي وجهة سياحية كبيرة ووجهة تجارية كبيرة ووجهة ثقافية للتبادل الثقافي يوجد كثير من الطلاب الماليزيين في الصين وهناك الكثير من الطلاب الصينيين هنا أيضا لذلك نوفر الاتصال لجعل الصين والأسيان مكانا أصغر رحلاتنا تجعل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند متصلا بعضها ببعض واتصالنا لا يعل عليه لذلك نحن متحمسون لافتتاح الصين ونريد أن نفعل الكثير لهم سواء في مجال الركاب أو في مجال الأعمال التجارية أو في الخدمات اللوجستية رحلتنا الأولى منذ إعادة الافتتاح هي إلى جوانجو حيث وصلت نسبة الحمول إلى 95% وهذه بداية رائعة